تشهد العلاقات المصرية الفرنسية طفرة كبيرة في كافة القطاعات بشكل عام والقطاع العسكري بشكل خاص حيث ترتبط الدولتان بروابط عسكرية تعد نموذجا يحتذى به من حيث التعاون في التسليح والتدريب والتصنيع العسكري المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين المزيد في سياقي هذا التقرير طفرة حقيقية تشهدها العلاقات المصرية الفرنسية في كافة القطاعات بوجه عام والقطاع العسكري على وجه الخصوص حيث تعد روابط العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين نموذجا يحتذى به من حيث التعاون في مجالات التسليح والتدريب والتصنيع العسكري المشترك بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنفذ مصر وفرنسا العديد من التدريبات المشتركة منها تدريبات كليوباترا ورمسيس بالإضافة إلى التدريبات البحرية العابرة والمشاركة في تدريب النجم الساطع الذي تستضيفه مصر ويشارك به عدد كبير من الدول حول العالم بما يساهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب ويعد مجال التسليح أحد القطاعات الهامة في التعاون العسكري بين البلدين والذي شهد صفقات مميزة لعل أبرز صفقات التسليح بين مصر وفرنسا حاملتي الطائرات من طراز مسترال والفرقات متعددة المهام من طراز فريم والطائرات المقاتلة من طراز رفال التي تعد درة التاج للتعاون بين البلدين كما تعد فرنسا أحد الشركاء الباريزين في تنفيذ السياسة التوطين التي تنتهجها الدولة المصرية حيث تشهد ترساند الإسكندرية عمليات التصنيع العسكري المشترك بين القاهرة وباريس للفرقات من طراز جو ويند وتعد الزيارات المتبادلة بين قادة القوات المسلحة لكل البلدين خير دليل على قوة ومتانة العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا ويؤكد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتكون حقا نموزجا يحتزى به اشتركوا في القناة